موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب رياض الصالحين قال الإمام الناوي رحمه الله تعالى باب فضل الصف الأول والأمر والأمر بإتمام الصفوف الإول وتسويتها والتراص فيها باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الإول وتسويتها والتراص فيها أي ما جاء في بيان فضل الصف الأول وكذلك أيضا ما جاء في الأمر بإتمام الصفوف لا سيما الصفوف الأولى وتسويتها والتراص فيها ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة عشر حديثا نتناول إن شاء الله بعضها ونستكملها إن شاء الله في درس آخر قال في الحديث الأول قال الحمد لله وصلح بنا قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف يتمون الصفوف الأول أو الأول ويتراصون في الصف يعني الأول فالأول الأول فالأول ويتراصون في الصف فهذا الحديث فيه فضل الصف الأول فيه فضل الصف الأول وفيه كذلك الحض على تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يتراصون في الصف وفي الحديث أيضا الترغيب في التشبه بالملائكة الترغيب في التشبه بالملائكة لسيما في هذا الموضع وهو موضع الاستفاف للصلاة فالملائكة منظمون في كل شؤونهم ومن ذلك استفافهم عند الصلاة نعم أما الحديث الثاني قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا قال متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي في الأذان أي ما في فضل الأذان لو يعلم الناس ما يعود عليهم من الخير إنهم إنهم تولوا هذا الأمر وهو الأذان وهو الأذان لو يعلم الناس ذلك أي لو يعلم الناس فضل هذا العمل وهو التأذين سبق هذا قبل ذلك قال والصف الأول لو يعلمون أيضا ما في الصف الأول من الفضل أي في فضل يعني الوقوف في الصف الأول في الصلاة هذا فضله عظيم لو يعلم الناس هذا الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا هذا معنى أن يستهموا عليه الإقتراع يعني أن يضربوا قرعة بينهم يعني كأن يحضر مثلا بعض الناس في وقت واحد ولا يوجد في الصف الأول إلا المكان الذي لا يسعهم جميعا وليكن مثلا حضر رجلان في لحظة واحد دخل من باب المسجد كل يريد أن يقف في الصف الأول وليس في الصف الأول إلا مكان لرجل واحد هنا يشرع ويجوز لهم أن يقترعوا أن يقترعوا وهذا الحديث ونظائره يعني جعل بعض أهل العلم جعل بعض أهل العلم يقول بأنه لا إيثار في العبادات لا إيثار في العبادات ويحتجون بمثل هذا الحديث مثلا قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا يعني أنه قد يقول قائل إذا دخل الرجلان وليس في الصف الأول إلا مكان لرجل واحد ألا يؤثر أحدهم الآخر على أخي يقول له مثلا تفضل أنت مثلا هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على عالم جواز الإيثار في العبادات ويقول له ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا وعليه فلا يترك المكان لصاحبه وإن أصر كل منهما على المكان عند ذلك يقترعا لكن هذا الكلام في الحقيقة ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه فقولهم لا إيثار في العبادات ابتداء هذا ليس نصا لا قرآنيا ولا حديثا بل ليست هذه قاعدة مثلا مسلم بها وإلا قد جاءت بعض الشواهد على جواز الإيثار في العبادات ونحو ذلك على جواز الإيثار في العبادات والأمر فيها واسع لسيما لأصحاب الفضل مثلا يعني الكبير ونحو ذلك من الممكن أن نؤثره في مثل هذه الأمور لسيما إن كان مقدما كإمام مثلا الناس ككبير في الناس ونحو ذلك فالأمر فيه سعة والله أعلم فيه سعة والله أعلم إلا أن الحديث أيضا فيه الحض على يعني التنافس على الصف الأول تنافس على الصف الأول إذن فالحديث فيه فضل الصف الأول إذ أن هذا يعني يصل الأمر فيه إلى الاقتراع وأيضا في الحديث جوازه أو مشروعية الاقتراع يعني البعض أحيانا ممكن يظن أن مسألة الاقتراع دي لا تجوز أو نحو ذلك فيها ميسر هذا إذا كانت تعلق بها ميسر إنما الاقتراع لا بأس يقترع بأي شي بحجر بورق بعملة بأي شي لا بأس يعني ممكن يجيب عملة ويقترعوا بها يعني يرمي العملة كده تنزل على أي وجه اختاروا واحد من الاتنين لا بأس إنه يقترعوا بأوراق يكتبوا في ورق مثلا فلان ورق فلان وبعدين يرموها يطلعوا ويطلع فلان هذا اقتراع أيضا يقترعوا بأي يعني صورة من الصور ما لم يكن فيها شيء محرم وفي الحديث أيضا اسلوب التشويق عند الدعوة والتعليم وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر الحديث لو يعلم الناس هذا فيه إثارة لأن النفوس وتشويق لأن النفوس أن تكون من أهل هذا العمل قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها قال رواه مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا فيه الترغيب في الصف المقدم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها أي أقلها فضلا وأجرا الصف الأخير نسأل الله العافية بعض الناس من المسلمين يتنافس على الصف الأخير يعني البعض يتنافس على آخر صف في المسجد والصحيح أن الإنسان يتنافس على الصف الأول خير صفوف الرجال أولها طيب وخير صفوف النساء آخرها آخرها وشرها أولها يعني أقلها فضلا أولها لكن هذا الكلام وهذا الحديث مصروف إلى الصورة التي كانت أو تكون مثل ما كانت في هذا الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن صفوف الرجال كان من ورائها مباشرة صفوف النساء من غير حواجز المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال بيبقوا قدام والنساء بيبقوا وراء وما فيش فصل بينهم لا ستاير ولا قدران ولا شيء من ذلك كانش فيه فواصل وعليه آخر واحد في الصف من الرجال لو التفت وراه هيجد النساء وراه وأول صفف النساء سترى الرجال بخلاف آخر صفف النساء آخر صفف في النساء مستورة لا يراها الرجال ولا ترى هي الرجال ولذلك كان آخر الصفوف في النساء أفضلها وآخر الصفوف أو أول من الصفوف النساء أقلها فضل لكن هذا كما أشرنا إذا كان يوجد لا يوجد حواجز أما مع وجود الحواجز ونحوها كما هو مثلا يعني متبع في بعض المساجد خصوصا في زماننا أن نجد النساء لهم مكان لوحدهم منفصل أو في ساتر فاصل بين الرجال والنساء يبقى يعود الأمر إلى الأصل خير الصفوف مطلقا بقى رجال والنساء خير الصفوف الأول يبقى النساء لو هم منفصلين على الرجال يبقى أفضل صف ماذا؟ الأول يرجع تاني زي زين الرجال أول الصفوف والصف الأول لماذا؟ لو يعلمون ما في النداء الصف الأول خير صف الرجال أولها لأن الأول دلالة على همة صاحبهم والأخير دلالة أيضا على حال صاحبهم فالأول معنى أن الصاحبه ده جاء مبكرا أما الأخير معنى أن صاحبه جاء متأخرا وعليه فاء هذا يظهر همة كل واحد من الفرقين ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا يعني رأى في تأخرا يعني ماذا؟ بيكون متأخرا وبالتالي يكون بعضهم أو كثير منهم في الصف المؤخر فقال لهم صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قال رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي إنه كانوا يتأخروا زي ما بيحصل في بعض المساجد إنه نجد الناس الإمام بيقيم الصلاة وتجد بعض الناس يفضل قاعد وراء استني عشان يحدث فين آخر واحد في الصف وراء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي يعني كنوا ورايا وليأتم بكم من بعدكم ودي فضيلة لكم إن انتوا تكونوا أئمة لمن وراءكم لأن الصف الأول إمام لمن بعده واسقل صف مقدم إمام لمن بعدهم ثم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أين قال رواه مسلم فهذا الحديث فيه حظ الإمام المأمومين على تسوية الصفوف وفيه كذلك أيضا التحذير فيه كذلك التحذير لا أنا أسفا انتقلت الحديث اللي بعده هذا الحديث فيه ذم المتأخرين تقدموا فأتموا بي وليأتأم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ففيه فضل الصف المقدم أولا فيه فضل الصف المقدم وفيه ذم المتأخرين لسيما مع وجود مكان بالصف الأول وكذلك لا يشترط للجماعة رؤية الإمام يعني أن بعض الفقهاء اشترط في صحة الجماعة رؤية الإمام رؤية الإمام وهذا غير صحيح لأن الصفوف المؤخرة تأتم بالصفوف المقدمة وعليه فإذا كان الإنسان يرى الصفوف فإنه يدرك الجماعة يدرك الجماعة وعليه حتى العلماء في يعني كل زمان تحدث أو تكون هناك أشبه بالنوازل أمور فيفتون فيها مثل مثلا في هذا الزمان مثلا نجد عند الحرم مثلا حوالين المسجد الحرام نجد هناك الفنادخ الكبيرة هذه هذه الفنادخ الكبيرة بعضها فيه مساجد بعضها فيه مساجد الفنادخ اللي هي مطلة على ساحة الحرم نجد بعضها فيه مساجد في دور من الأدوار يعني فيه مساجد فهذه المساجد بتجد أن الوجهة بتاعتها زجاجية والناس في هذه المساجد يرون الساحة يعني واقف في المسجد شايف الساحة ساحة المسجد الحرام وشايف المصلين والصوت كذلك يصل إليه فهذا يدرك جماعة الحرم هذا يدرك جماعة الحرم لا سيما إذا كانت هذه الصفوف تصل إلى الحدود التي هو فيها الحدود التي هو فيها يعني مثلاً لو الفندق هكذا والناس مصلين بالساحة لغاية حدود الفندق يبقى هو مدرك كده للجماعة فضلاً أن الناس يكونوا نازلين تحت يعني الفنادق دي في بعضها تحت منه بيبقى فيه أسواقه نحو ذلك هذه الأماكن ساعة الصلاة كلها بتتفرش الأسواق اللي تحت في الدور الأولاني دي في الأرض بتتفرش الناس بتصلي كلها فيه وعليه هذه المساجد تدرك بها الجماعة ليه لأنهم شايفين الجماعة والجماعة وصلت عندهم وصلت عندهم وسمعين صوت الإمام وسمعين صوت الإمام ثم قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يعني منكب الإنسان هذا المكان فالصحابة لما يقفوا يقوم النبي يمسح المناكب يسويها يعني المناكب مستوية ببعضها مستوية ببعضها كل واحد كتفه في كتف أخوه نعم ويقول استو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم مباشر واحد طالع واحد داخل ليلني منكم أولو الأحلام والنها يعني ليكن ورائي منكم أصحاب العلم وأصحاب الفضل أصحاب العلم والفضل الحفظين الحفاظ أصحاب الفضل والمكانة بين الناس لماذا حتى إذا استخلف الإمام يكون هؤلاء هم الذين هم وراءه أهل للإمام أو هؤلاء يفتحون على الإمام إذا تعثر في القراءة أو نحو ذلك ولذلك هذا المكان الذي خلف الإمام ما ينبغي أن يقف في أي أحد من الناس لا ولا يقول بعض الناس أنا جيت الأول نعم أنت حضرت فعلا الأول لكن ينبغي أن يكون خلف الإمام أهل العلم وأهل الفضل يكون هما ذل وراء الإمام لأن ذل هايخلفوه ذل هايصحوله الصلاة ونحو ذلك نعم استدلبيه العلماء الذين منعوا وقوف الأطفال والصبيان في هذا المكان أيضا قالوا لأن الناس سلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنها نعم قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذا الحديث فيه حض الإمام المأمومين على تسوية الصفوف يقول استوه صلى الله ومسلم فهذا حض لهم على أن يسوه الصفوف وفيه أيضا التحذير من عدم الاستواء لأنه علامة على اختلاف القلوب أسأل الله العافية إن لو الناس وقفين في الصف ومش منظمين دا دليل على إن قلوبهم مش متفقة وسبحان الله صدق النبي صلى الله وعلى الله بل والله أكاذ أقول أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث من دلائل النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلف فتختلف قلوبه الاختلاف في الصف في الصلاة دليل على اختلاف القلوب والاختلاف الظاهر دليل على اختلاف الباطن في الحقيقة هنا وسبحان الله وهذا شيء مشاهد اذهب إلى الحرم عافان الله وإياكم الحرم ترى هذا المشهد على أفج ما يكون تجد في الصلاة تقريبا ما ما تجد الصف متر أو مترين منتظم ده طالع وده خارب وده غير التقطيع في الإش في الصفوف وده دليل على حال المسلم كل ناس قلوبهم غير التانية نسأل الله العفو العفو وفي الحديث وفي الحديث أن السنة أن يلي الإمام الحفاظ وأهل العلم والسنة وفي الحديث استشباب قول الإمام استو لأن هذه كلمة توجيه للمأمومين أن يتراص وأن يستو نعم ولا يشترط نفس كلمة فيجوز أن يقول سو صفوفكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث آخر حديث اللي بعد قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أيضا هذا مشروع للإمام أن يقول للمأمومين وهو بسويهم سو صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة فهذا الحديث في الرؤية الأخرى قال فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة من إقامة الصلاة إذن هذا الحديث فيه دليل على حرص الإمام على تسوية الصفوف قبل الصلاة وفيه كذلك تسوية الصفوف جزء من الصلاة إن تسوية الصفوف جزء من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يعني لو فيه صفوف متسوية يبقى مش صلاة مش تمة وكذلك فين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة يبقى كده ما أقمتش الصلاة إقامة تامة وللأسف يستهين بذلك كثير من المسلمين ثم قالوا عنهم قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيم صفوفكم وتراص فإني أراكم من ورائي فإني أراكم من ورائي ظهري قال رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى وفي رواية للبخاري قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قال أقيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال أقيم الصلاة وده مشروع للإمام أن يوجه المأمومين أقيم صفوفكم وتراص فإني أراكم من ورائي ظهري وذي من خواص النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من ورائي ظهري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس في الصلاة من ورائي ظهري هذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شايفهم من ورائي ظهري يعني كأن له عين في قفاة صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء صرفها عن ظاهرها ويقول فإني أراكم من وراء ظهر يعني الله يعلمني ما تعملون ويخبرني ما تعملون فهذا الحديث فيه الحظ على تسوية الصفوف قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيم صفوفكم وتراص وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه الكتف في الكتف والقدم في القدم قال وقدمه بقدمه أيضا ففي الحديث صفة التسوية صفة التسوية كيف هي التسوية وهي تسوية أو لسق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب وفيه المؤاخذة على من خالف طلب الإمام المؤاخذة على من خالف طلب الإمام يعني ماذا؟ إن النبي ستبع لهم إني أراكم من وراء ظهري ده في إشارة إلى المؤاخذة إلا هي خالف منكنا شايفة نعم قال وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القذاح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر يعني قلس حيكبر للصلاة فرأى رجلا باديا بصدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي اللفظة الأخرى بين قلوبكم فهذا الحديث فيه الحض على التسوية في الصفوف وأيضا في الحديث أن عدم التسوية تؤثر على وحدة القلوب واتفاق النفوس عدم التسوية تؤثر على وحدة القلوب واتفاق النفوس في المصلين نسأل الله العافية وفي الحديث الرد على من يهون من السنن الرد على من يهون من السنن البعض تقول له مثلا الشيء الفلاني يقول لك ده سنة وقد يقول حتى واجب كما للشيء لكن لو فرضنا أنه سنة يقول ده سنة طب ما هي سنة هي لتسوهن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم إنه هذا فيه رد على من يهوم من السنة إنه شوف مخالفة السنة هنا هتأدي إلى ماذا نعم ولذلك هذا فيه إشارة أيضا ولو من بعيد إلى حال الأمة إذا كان الاختلاف في الصفوف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف الناس في يعني قلوب المسلمين المصلين فكيف إذا اختلفت الأمة فيما بينها في الواجبات والأركان والفرائض والأصول لهذا الدين إنه تجد الأمة ده في أصل من الأصول خالف أو في ركن من الأركان خالف على سبيل المثال مثلا تجد الشيعة للرافضة الاثنى عشرية خصوصا يقولون بني الإسلام على ست بني الإسلام على ست الحديث المعروف والذي نقل كل علماء الحديث خمس هم ست عنده إيه السادس بقى وده أهم كمان من كل الأركان السابق الولاية الولاية ولاية يعني هل البيت هذه ركن من أركان الإسلام بها أعظم الأركان وبعضهم من الجهل منهم يقول هي أعظم من الشهادتين والعاذ بالله طيب إحنا هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين